سيد المشهداني التصعيد بمضيق هرمز اش راح ينتج لي ايران ممكن تستخدم هاي الورقة للضغط وممكن تستخدمها ايضا لحل او وقف التصعيد لا انا ما اعتقد انه ايران راح تستخدم مرقة مضيق هرمز يعني حتى تقطع تجارة العالم بالعكس مثل ما اشار ضيفنا الكريم من عمان احنا الان القضية الفلسطينية دا تستقطب شعوب العالم المختلفة وبدأت تميول الحكومات ايضا تأيد القضية الفلسطينية وتأيد ماذا يجري الان ودعمها لحماس اذا لجأنا الى هذا الخيار احنا اذا لجأنا الى هذا الخيار لان احنا من راح نقطع توقف باب المندد سواء ايران او غير ايران معناها راح نوقف لفط عن كل العالم فبالتالي راح يصير الضرر اكبر هذا راح يخلي الدول تعيد حساباتها بتأيد قضيتنا يعني احنا المشكلة لا الطرف الثاني هو يستخدم مثل هذه القضية حتى يأثر على الرأي العام انا اعتقد ان الامر معكوس ايران ما راح تلجأ الى هذا الخيار ابدا يعني الخيار الايراني مثل مثل خيار حزب الله خيارات الاخرى غير العسكرية لا انا فهمت البرحة من الخطاب انه سيلجأون بالضبط الى عمليات نوعية استخبارية من مستوى عهلي وايضا سيتم السهلاف قيادات يعني انا هذا اللي فهمت اما راح يطير مثل المرة السابقة وصواريخ ومسيارات يعني ما راح تحقق الهدف لانه هو المشكلة اذا وقع عمارة ما راح تعادل الشهيد هنية الله يرحمه واذا يعني حرق مزرعة ما راح تعادل لابد ان يكون الرد بيوازي ما خسرناه بمقتل السيد هنية الله يرحمه اشتركوا في القناة